كابتن؟ أنا مسالك هو دكتور كريم أنا مش كابتن إنت كابتن وأنا قاعدة مع الكبات ومعي عاتلي فون كابتن أنا مش كابتن يا كريم أنا مسالك خير عليك كريم عمل إيه؟ زك عليك يا كريم حبيبي عمل إيه؟ الحمد لله أحمد لله ست كل أيها حبيب وانت طعيب يا كريم مهمة بتتكلم عليك يا كريم ويعني إحنا عارفين أنك دكتور في الأكاديمية البحرية لكن حسيت كده من لهجة صوتها أنها يعني كان نفسها وانت كمان كان نفسك تكمل لأن الإصابة يمكن عطلتك شوية لكن عطلتك لكن ما عطلتك يعني كملت بشكل أكثر من رائع على على مستوى التدريب وعلى مستوى الدراسة لكن كان نفسك تكمل وكان نفسك تقطع المشوار للآخر يا كريم؟ طبعا واحد هو المبتداء كان نفسه يعني أنا عشت مع بابا وماما وهم يلعبوا يعني أنا عطلت بابا هو المتعب يعني أنا بابا مبتد وأنا عندي أربع سنين كنت برضو واحي واحي طبعا وماما كان عندي سبع سنين أو ثمان سنين فأنا حضرتهم في الملاهج فطبعا كان نفسي اللي أنا أقدر يعني أكمل الكثيرة بس يعني الحمد لله إتفاضة وحقيتني وبعديها يعني الحمد لله ربنا كرفت حاجة تانية وكله بصراحة يعني والله مش عشان ماما معاكوا على الأقوى بس اللي أنا كذبت تقولي أهم حاجة دراستك أهم حاجة شعبتك هيا اللي كانت حادث كبير لي اللي أنت لازم تتفوق في الحاجة اللي أنت فيها فهو ده الفراحة اللي شجعني والحمد لله ربنا كرمني اللي أنا فيه دلوقتي كله يعني بدعواتك وده اللي وصلك أن أنت تبقى دكتور كمان يا كريم مش بس يعني مخلصه معكش هذا وخلاص يعني أنت كمان على مستوى اللعب على مستوى التحكيم فأنت برضو يعني لأ محكم لافت للنظر كمان في اللعبة الحمد لله وضاي يعني برضو أنا الواحد ما أقدرش يبقى عشان صوت ما تقدرش ما نقدرش كومتمنت التبريد بطعب علي عشان ظروف شغلي فالحاجة الوحيدة اللي كنت أقدر بيها أفضل في المجال هي التحكيم كابتن إيمان عايزة تقولي حاجة الكريم أنا كريم بصراحة الحمد لله هو الكبير العائل بتاعنا وهو أكتر واحد كان سبورتد الموضوع أخته بصراحة برضو معي بره موضوع السفر لأنه هو برضو يعتبر يعني أخوك يعني عشر سنين بينهم فهو زي يعني الأخ كبير واللي هو كان بيعمل كل اتصالات مع ابتو الجامعة وكل حاجة سبورتد يعني هما بصراحة هو وأحمد الاثنين ندين يعني بنتهم أكتر ما تكون أختهم يعني اللي هما بالنسبة له ندين بالذات كريم يعني هي بنته يعني حد الشيادر يقرب أه بالزبط يعني وأحمد هو حاسس بالمسئولية عليهم هما الاثنين أساس في فرق سن بينهم كبير بين أحمد وكريم سبع سنين وبن ندين عشر سنين فهو حاسس دايماً إن هو المسئول عنهم فهو دايماً بيحاول يوجه يسبورتد لحاجات معينة في اللعب وفي الدراسة وكان بيساعد كتير معي في النقطة دي بصراحة يعني فبشكري برضو على دور اللي عامله مع أخويته حمد لا كريم دور مهم جداً إنك كمان تقوم يعني أنت كمان أنت عندك إحساس إنها كان لما تطلع هتعمل حاجة كويسة فأنت سبورت ليها وأقنعت كمان الوالد بشكل كبير جداً يعني إحساسك إحساسك إنك بتعمل يعني بتقدم نجمة أو بتعمل مشروع بطر وخلينا نتكلم إن يعني أكيد المتواجد في النادي الآلي بيكون بطل ومشروع بطل لكن كمان الخبرات الأوروبية الخبرات على مستوى الباسكتبول حتى في أمريكا دي بترجع يعني بترجع بخبرات كتيرة جداً ورجعت النادي الآلي بخبرات كبيرة جداً كنت شايف دوت فيها قبل ما تسافر ولا قلت هنروح ونجرب ونشوف لا بالعكس أنا نادين أنا عارف هي من طهرها شخص طموح جداً ولما بتحط تجمعها حاجة بخلاص هي بتبع عيدة لو تطلّها تو تطلّها ما كانت تلك السعودات يعني نادين كانت بتدرس في النواية عامها وفي نفس الوقت بتتذكر لوحدها عن تخش انتحانات الديمات والآيلت لا بتدرس آيلت جامعة عندها آآ أمريكا اللي كان بتعمل الادنين في نفس الوقت والحمد لله جابت مجموع قويس ونهاية عامة فاتت بالإجتام بتاعتها كلها كانت تطلّها خطر بالنفر يعني الحاجات دي كلها شجعتنا كلنا أكثر اللي احنا نادل بتتقول ناد على طول وهي هناك بقى طب أنا أخطر ميجر ايه وأخطر ماينر طب أنهي نعاكو دايماً مستبكمش يا آآ بس اللي كانت مستيباها بصراحة ليل ونهار كابتن إيمان كابتن إيمان بتقولي أنا عشان فرق التوقيت بالضبط بالضبط يعني دي أخطرها بكلم لي يا رب ربانا يخليها ليكم بنشكرك يا كريم بنشكرك يا كريم شكراً شكراً جزيلاً ليك شكراً جزيلاً لكم